اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنتعرف معا على معايير القراءة وكيف يكون القارئ الجيد من خلال القراءة بصوت واضح وأن نعبر عن المعنى أثناء القراءة وأن نحرص على وضوح مخارج الحروف والآن يا أبطال سوف نقرأ النصة مرة أخرى ومن ثم نجيب على عدد من الأسئلة ولكن كيف نجيب على الأسئلة بطريقة صحيحة؟ أحسنتم من خلال القراءة بشكل جيد وأن نفهم ما نقرأ هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ سمو الأمير الوالد ذهبت نورة مع والدها إلى مكتبة قطر الوطنية وجمعت معلومات عن شخصية قطرية عظيمة إنه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عرضت نورة المعلومات في حصة التحدث وقالت ورد سمو الأمير الوالد في الدوحة عام الف وتسعمائة واثنان وخمسين ميلادية ونشأ وتعلم فيها ثم تخرج من الكلية العسكرية في بريطانيا عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين ميلادية تولى سموه الحكمة عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين ميلادية وحقق إنجازات كثيرة وتطورت قطر في عهده في جميع المجالات وفازت بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام الفان واثنان وعشرين ميلادية شكرت المعلمة نورة وقالت معلومات قيمة بارك الله فيك قالت نورة بفرح وطني ما أغلاه أبذل جهدي كي أرعاه والآن يا أبطال بعد أن قرأنا النص تعالوا لنجيب على الأسئلة المطروحة عليه لنفكر جيدا ونركز جيدا قبل الإجابة السؤال الأول وهو المطلوب أن نرتب الأحداث زمنيا وأن نكتب أمام كل حدث الأرقام من واحد إلى ثلاث الحدث الأول تولى سمو الأمير الوالد حكم البلاد عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين ولد سمو الأمير الوالد في الدوحة عام الف وتسعمائة واثنان وخمسين وتخرج في الكلية العسكرية عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين لنرتب هذه الأحداث لنرتب هذه الأحداث لنرتب هذه الأحداث ترتيبا زمنيا صحيحا بالأرقام من واحد إلى ثلاث ما هو الحدث الأول أحسنتم إنه ولادة سمو الأمير في الدوحة عام الف وتسعمائة واثنان وخمسين إذن ما هو الحدث الذي يليه أو الحدث الثاني ممتاز وهو تخرج سمو الأمير الوالد من الكلية العسكرية عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين وأخيرا وهو الحدث الثالث وهو تولي سمو الأمير الوالد حكم البلاد عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين هذا جيد السؤال الثاني المطلوب هو أن نملأ الفراغة بالكلمة المناسبة ومن ثم نقرأ لاحظوا معي الجملة الأولى حقق سمو الأمير الوالد أحسنتم إنجازات كثيرة إذن حقق سمو الأمير الوالد إنجازات كثيرة الجملة الثانية تطورت قطر في جميع ممتاز في جميع المجالات ممتاز إذن تطورت قطر في جميع المجالات وأخيرا وطني قطر ما أغلاه أبذل جهدي كي أرعاه إذن وطني قطر ما أغلاه أبذل جهدي كي أرعاه أحسنتم يا أبطال والآن سوف نذكر معلومات محددة من النص السؤال الأول يعرض النص معلومات عن مكتبة قطر الوطنية أم تنظيم بطولة كأس العالم أم سمو الأمير الوالد ممتاز إذن النص كان يعرض معلومات عن سمو الأمير الوالد ثانيا عرضت نورة المعلومات في حصة في أي حصة عرضت المعلومات نورة يا أبطال هل هي الاستماع أم التحدث أم القراءة ممتاز عرضت نورة المعلومات في حصة التحدث أحسنتم ثالثا أعجبت المعلمة بمعلومات نورة وقالت ماذا قالت المعلمة لنورة ممتاز بارك الله فيك معنى كلمة قيمة في الجملة معلومات قيمة ما معنى كلمة قيمة؟ هل هي مفيدة؟ أم كثيرة؟ أم غالية؟ أحسنتم إذن كلمة قيمة تعني مفيدة معلومات قيمة أي معلومات مفيدة أيضا ما معنى كلمة تطورت؟ في الجملة تطورت قطر هل معناها تأخرت؟ أم تقدمت؟ أم توقفت؟ أحسنتم معنى تطورت أي تقدمت تطورت قطر بمعنى تقدمت قطر وأخيرا يا أبطال لا تنسوا التدرب جيدا على قراءة الدرس وإلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من درس سمو الأمير الوالد شكرا لكم ولحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته